في كل عام تعلن أمانة عمان الكبرى عن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء لكن سرعان ما تغرق بعض المناطق في عمان جراء هطول الأمطار الأمر الذي يعتقد مواطنون أنه قد يشكل خطرا على حياتهم تسببت مياه الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين بانجراف الأتربة وتشكيل برك مائية في بعض مناطق العاصمة وذلك لعدم تصريفها وأكد مواطنون بأن أمانة عمان ورغم استعداداتها خلال الفترة الماضية إلا أن مشكلة عدم تصريف المياه لا تزال تراوح مكانها الأمانة مقصرة في شغلات كثيرة بالنسبة للمصارف والجبال كلها المفروض أن يعملوا احتياطات وفي شوارع قطع أراضي تتصور تكون مصورة أقل متر متر ونص مياه الأمطار كلها تنزل على الشارع فمنسوب الماء يرتفع لنا بحدود إلى نص متر لنا المناهل في الشارع لا يوجد غير منهلين تصريف منهلين محاذيات جايات على طرف الشارع يعني لا يأخذوا أي شيء من الماء التي تكون في الشارع تصريف قليل جدا بالنسبة للمناهل اللي وضعتها أمانة العاصر وبالتالي صار الناس اللي يأتوا إلى المسجد بحاج إلى قارب نجاح حتى يدخل إلى المسجد صار فيضانات الفيضانات معناته المناهل كلها تم سكرة يعني الأمانة بتقول عندنا السعداد وعندنا السعداد طب وين السعداد ليش المي فاضت بالشوارع مفروض أن العبرات هذه تأخذ المية أمانة عمان وعبر برنامج نبض البلد أكدت على لسان المهندس نبيل الجريري نائب مدير المدينة للأشغال العامة بأن الأمانة كانت مستعدة لاستقبال فصل الشتاء إلا أن تصرفات فردية يقوم بها بعض المواطنين بربط شبكات تصريف مياه الأمطار مع مياه الصرف الصحي تسببت بإغلاق تلك المصارف أمانة عمان وأبدأ من حيث انتهى أخي موسى أنه من حلال تابعتنا للنشرات الجوية الأرصاد الجوية كان هناك تحذير وأبنة عمان أعلنت حالة طوارئ لهذا التحذير الذي تم من كان الأرصاد وعلى إثره كان هناك منوبات لكوادر أمانة عمان وخلال والآليات وتوزيع الشفتات في كافة المواقع طبعا كان هناك بدء للهطول الأمطار مساء أمس وكان متابعا من الإخوان في أمانة عمان ومن كوادر أمانة عمان وبالتنسيق مع الدوائر الأخرى أيضا ومن خلال الحاكم الإداري وأيضا مع الدفاع المدني خلال التنسيق المشترك ومساة الخدمات الأخرى وما بين مطالب المواطنين وتبريرات الأمانة تشهد مناطق في العاصمة عمان إغلاقات جراء تجمع مياه الأمطار في انتظار إيجاد حلول جذرية تعمل على تصريف المياه التي قد تشكل خطرا على حياة المواطنين